ايه؟ يعني ايه؟ هجت من البلد ولا ايه؟ هتهجت روح فين بس يا حضرة العم دي؟ ماليه؟ انا مظهرتش من ساعة الظهرية يعني كرة الارض اشتقت وبطلعتها؟ لا دي هي بس تلاقيها؟ ايوا تلاقيها قري بقى عايزك تلاقيها تلف في الكفر كله وما ترجعش اللي ابيها خلوا الافر كلهم معاك يلا روح هي فاطنة عملت حاجة بطالة لا سمح الله اتبالك انت؟ انت تسمح اللي بقولك عليه وخلاص يلا امشي حاضر بيه حيتناقش الوقت دي معاك انه عبيد كده واه بال بس ساعات له بصة بتخوفني لا انت اللي عزبك فالت انا حبيتني عمد الظهر اللي لفتك على البيت فاطمة دي بتخليك مشاهلة بعض هتكون روحة فيني يا عمد على رأيي الوقت حساء الوقت دي اللي تخوفني كون البيت لفت علي يعني فهمتني انها فطوع كده وعلى هوايه عشان انا اسكت طوم هي تعمل عملتها السودة دي وتختفي اه ما ظنش يا عمدي هتروح فيني يا حصرة هو يا عمدة تكون مش قادر على بعده الصراحة اه اهني بقى مش قادر على بعده والود ود ادخل عليها الليلة كلام ايه اللي بتقوله دي يا عمد هلا هي لسه خلصت من جوزة وافرت خلصت من جوزة لسه قدامك شهور العدة يا اخي ايه ايه شهور العدة دي هو انا اخلاص من حاجة تطلع لي حاجة هو ايه دي استغفر الله العظيم لقى يا عمد دا حكم ربنا ملناش فيه طب والحل بالحل بقى انه اوم اعمل لك كوباية شاي تزبط لك دماغها يا عم اقعب بلا شاي بلناي احنا فيه وانت فيه طب دلوقتي خليك معايا كده واحدة واحدة دلوقتي هي طلبت الطلق من جوزة يعني في حكم المطلق ويعني لازم ينطقها بلسانه وبعدين هي مش هتتجوزها هو تاني مش هترجع له هو ذات نفسه لا هتتجوز واحد تاني اللي هو انا يبقى عدة ليه بقاه ما بقى لاش الشاي واعمل لك ينسون يهدك يا عم ما بقى لاش ينسون واخدك عصائتين على دماغك يفوقك يا اخوي ما لسه عصابك فلتنة يا عم ايوه انا عايز البيت تحالم في التوق والحال انا عايزها بقى ما بقيتش اهدو خلاص جرائج حاجة ولا تفشت مني لا تتفش مني تروح فيه واني هسيبك ابدا ده اني اجيبك حتى لو كنت في بلاد كتموتو كتموتو يا حلوة يا بط خير خير ان شاء الله خير يا عمد ان شاء الله خير اني عقلي هيشت يا مبروك فوق وعليه عليه بس يا عمد ان الله مع الصبرين يا اخي اني يا سيدي مبقاش عندي صبر اني مش قادر ازمر خلاص طيب اني بس حاست عزينك يا عمد ارافت جلتتي ساعتين وارجعلك تاني تفرد ده ايه وجلتتك ايه لا انت هتسيب نوع دهري وانكت كده وانت تروح تنامي سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته تمام يا حضرات العمد ايه يا والي؟ لقيتوين ايوه هي جاية من روحها كده لحضراتها اللهو اكبر وانت شفتها في ايه؟ قابلتها في الطريق صدفة كدري حتشقر على عيالهي وبتقول حتشقر عليهم وتيجي دي حضرتك والعيال دول فيه؟ ايوه عندي زيفة البرك اللي اسمه علوان يعني قريبين اوامر تاني يا حضرت العمد ايوه انا ملك قلب سحنتك في وشي كده ليه؟ ما تفرد بوزك ديه؟ ده انت حقك تفرح وتزقطت ده انا هحليلك بوق امشي اقعد بقى يا مبروك اه اقعد اه ايبقى تهين اه يعني جنب مني اه 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 بس بقى اه 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 متشخر وانت ساكت اه 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 ماجيش دلوقت ماجيش ماجيش لا اخد رحتك عالاخ يعني نم وانت ناي ايوه اه 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 العافية مبروك فاطنة انت كتفن يا بنتي ده العوم دقلب عليك البلد كلهت كده اوه تشغلينا عليك الكده اوه يا فاطنة انا عايزك في كلمتين اوه خيري فاطنة بنتي اتكلمي اعني زمعي انت عرف العوم ده كان عايز ايه وقال ايه مش كده الصراحة عارف اكد بخيب ما السوق اسم بالله العظيم انا 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 موافقة انا موافقة على كل اللي هو عايزه بس بشرطه واحد اطلوبي اطلوبي ان انت عايزها يا فاطنة واني متأكد ان العمده حينفزدك كل طلباتك ابو العيلة هيخرج من الحاجز والتهمة اللي تهمينوا بها دي تسأت خالص العلمة لهمش حد غيروا ياخد بلوا منهم ويرعاهم وصالحهم واني طبعا لما روح دور العمده مش هاخدهم في ديلي وقالاني غلطاني لا غلطاني تيه ده انت كده عدك العيب لا انت مش غلطان ابي انت مش غلطان يبقى تروح تبلغ العمده اللي انا قلت لك عليه فتك بعافي الله يعافيك الله يعافيك يا فاطنة بقى هي قالت سكده ايه قالتلي انها في طوعك بس لازم ان الشرط دي يتنفس بسيطة سهلة كله في ايدينا ولا ايه ايه يا مبروك مال انت حقك تفرحلي يا راجل بتتنهد كده يعني زي ما تكون ايه خايف خايف يا عتمان ايه وخايف من ايه بقى ان شاء الله خايف من فاطمة من فاطمة ليه يا راجل لا ديه تخريف اخر الليل دي هي فاطمة ديه ايه بتعود ولا بتجي بالليل تقلب امنا الغولة الله يا ما نعارف يا عتمان السنة يا قلبي مقبوض منه وخلاص خايف للبيت دي تكون بتتمسكن لغاية ما تتمكن وتعمل حاجة كده ولا كده لا ديه بجد تخريف اخر الليل انت بدأت تتخرف مش مهم المهم ان انت تاخد بالك عتمان وربنا يخلي في ظني ويا عنكم بعض يا سيدي ايه وكده ايه هو دي الكلام اللي انا مستنيه منك انا فرحان يا مبروك انا مزعتط اخر زعتطي انا خلاص عن ربطة دول المراحة يا ربنا بسيطك كمان وكمان يا عمي بقولك ايه بالنسبة لله البيت فاطمة هي اولادة عادين فين دلوقتي عادين عند الشيخ محمود يا دي الشيخ زفت دي اني مش عارف اعمل معاه ايه الرجل دي ما هو انت اللي سيبنوا الحابل على الغارب يا عتمان ايه طب انا عمل له ايه يعني مش هو شيخ الجامع اللي بيقوم الناس وبيصلي بيهم يا سلام هو يعني عشان شيخ الجامع يقوله ويعمل ما بداله طب مانيش ايه خيل عنه ايه يعني اني سبحان الله الرجل دي كده يعني بيسبب لي خنقى كده يعني وقفلي هنا هو سيبك منه سيبك من الشيخ محمود ديه وخلينا في موضوعنا ايوه خلينا في موضوعنا بقولك إيه بقى يا مبروك أنا عايز بقى للبيت فاطمة دي وصفة بقى من وصفات الشديدة مش الكلام الفرغ اللي قتب تجيبه في الأول أنا مفرغ يا عمدة يا عمدة أنا خايف من وقتك اللي لشوشتك دي ما أنا أنا تعبان يا مبروك يعني إن أداء وقت بالك إنت إيه وأنا وقت بالي يعني وقت بالي من زمان من أنت صغير لما قدت تتزردر كده ما كانتش عارف حد إيه اللي هيحصل يعني إيه بس أنا عايزك تصبر على فاطمة ركز دلوقت في موضوع أبو العلي لإن أبو العلي هو لا يقربك لفاطمة لا ديه موضوع سهل خالص يعني شوف مثلا يعني مثلا واد من الغفر شافه هربان وبيجري أقف يا مجرم إثبت يا هربان لو يقف ولا سيبت أم الواد الغفير ضرب طلق كده يعني للتهويش أم الطلق صابت مخيبيتش أم الواد المجرم وقع عتيل قدر يعني هنعمل ايه السلام عليكم على تدوير